جريمة اغتيال معاذ وحدت كلمة الاردنيين ومواقفهم بيوت العزاء شملت مختلف بقاع المملكة الوقفات التضامنية لم تكل ولم تمل الاردن موحد اكثر من اي وقت مضى والنار مفتوحة على الظلاميين والمتطرفين والجهلة اصحاب الفكر المتشدد من يحملون الاسلام ذنبهم وهو منهم براء العاصمة عمان اقامت عدة بيوت عزاء في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها نهك عن الوقفات التضامنية المتتالية منذ نبأ اعلان استشهاد الطيار البطل وحتى ذروة الوحدة الشعبية الرسمية مسيرة جمعة شهيد الحق عشرات الالاف في المسيرة الحاشدة التي تكللت بالوحدة مع وجود جلالة الملكة رانيال عبدالله جنبا لجنب مع الاردنيين من مختلف المنابت والاصول والفئات والانتماءات من مسلمين ومسيحيين كلهم يصدحون بصوت واحد لم يختلف الحال في بقية المناطق من محافظات ومدن وقرى ومخيمات المملكة فالمسيرات والوقفات في اربد مستمرة وبيوت العزاء مفتوحة منذ ليل الثلاثاء وهو الحال ذاته في الزرقاء بمؤسساتها وفعالياتها المختلفة من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق لم تهدأ المملكة ومشهد معاذ بشموخه في مواجهة اغتياله عالق في رؤوسهم جلهم مجتمعون على كلمة شهيد الحق شهد الوطن الطيار البطل النقيب معاذ الكساس به فالطفيلة اقامت بيوت العزاء على مدار الايام منذ ليل الثلاثاء في كافة مناطق المحافظة توجت اخرها بالوقفة التضامنية الجمعة وهو ذاته ما كان في الرمثة والمفرق وصولا الى المسيرة المنددة باغتيال معاذ في مخيمة الزعتري للاجئين السوريين في الجنوب وتحديدا الكرك خيم حزن الفقدان على المدينة الابية يصاحبه فخر الشهادة بابن المحافظة الشهيد البطل الذي رحل بيد البطش والغدر والتطرف مدافعا عن وطنه بشموخ واباء مستقبلا الموت وهو يعي ان وطنه فخور به وبما قدمه له لم تنم الكرك منذ اشاعة الخبر فبيوت العزاء لم تفرغ من المعزين والوقفات التضامنية امتلأت بالغاضبين المستنكرين لجرائم داعش وارهابها لواء عي وتحديدا خيمة العزاء المقامة قرب ديوان عشرة الكساسبه الذي اصبح يسمى بديوان الشهيد الطيار النقيب معاذ الكساسبه لم يتبقى اردني لم يطأ المكان بدءا من جلالة الملك عبد الله الثاني وانتهاءا بالاطفال من رجال المستقبل الامراء وافراد العائلة الهاشمية كل العشائر كانت هناك الجيش والاجهزة الامنية بافرادها وقياداتها النواب والوزراء والاعيان كل الاردنيين والاردنيات كانوا هناك مخبرين والد الشهيد ووالدته بانه لو رحل معاذ شهيدا فان كل اردني هو معاذ دم معاذ وحد الاردنيين وجمع كلمتهم قيادة وشعبا على الصعيدين الرسمي والشعبي ليضحي الشهيد معاذ بوصلة المملكة في ثأر من الارهاب ومحاربته وليكون شمخ معاذ الوصف الحقيقي لكل اردني على ارض هذا الوطن حافظ ابو صبرى رؤيا